موسيقى اهلا ومرحبا بكم نشرة اخبارية جديدة من فضايا زاكروس والبداية مع العنوى نيتشيرفان برزاني يجتمع مع وزيرة الدفاع الالمانية موسيقى وكيل وزارة البشماركا يستقبل رئيس اركان الجيش الايطالي موسيقى مراقبون يقولون ان ولاية العبادة الثانية في حكم المستحيل والعراق يحتاج قائدا قويا صعب الامتطاب موسيقى الحملة الدعائية لانتخابات برلمان كردستان تسير بحرية وديمقراطية موسيقى والامم المتحدة تكشف نزوحا عكسيا لالاف الاشخاص في العراق موسيقى اهلا بكم الى تفاصيل هنأ رئيس حكومة اقليم كردستان شيرفان برزاني محمد الحلبوسي لتسنمه رئاسة مجلس النواب في دورته الرابعة وذكر بيان صدر عن مكتب برزاني تمنياته للحلبوسي بالنجاح في اداء مهامه وعبر عن امنياته في توطيط اواصر الثقة وتحقيق التوافق والتوازن بين جميع المكونات في ظل الالتزام بالدستور العراقي كما ابدا برزاني تطلعه الى حل الخلافات العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية في اطار الدستور العراقي بغية الوصول الى احقاق الحقوق وارساء دعائم الديمقراطية وتحقيق الاستقرار السياسي استقبل انا شرفان برزاني رئيس وزراء اقليم كردستان ارسولا فون ديرلاين وزيرة الدفاع الالمانية ووفتا من الحكومة والبرلمان الالمانيين ضم عددا من برلمانيين مختلف الاحزاب من اعضاء لجنة الدفاع في برلماني المانية خلال اجتماع حضره عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة اقليم كردستان اشادت فون ديرلاين بالبسالة والشجاعة التي ابدتهم قوات فيشمرغة كردستان خلال الحرب ضد داعش والتضحيات التي قدمتها من جانبه شكر رئيس وزراء اقليم كردستان المساعدات العسكرية والانسانية التي قدمتها المانيا في الفترات العصيبة املا ان يقرر البرلمان الالماني تمديد بقاء قوات التدريب الالمانية واستمرار المساعدات العسكرية الالمانية لقليم كردستان لان خطر داعش ما زال قائما تفقدت وزيرة الدفاع الالمانية ارسولا فونديرلاين والوفد المرافق لها مراكز عسكرية لقوات البشمرغة والتي يعمل فيها عدد من الخبراء الالمان في مهام دعم قوات البشمرغة في مجالي التدريب والاسناد الصحي هذا وكانت الوزيرة الالمانية قد وصلت الى اربيل عاصمة تقليم كردستان في زيارة تستغرق عدة ايام تفاصيل اكثر في تقرير الضياء الحمداني تأكيدا لدور الكبير الذي تقوم به قوات البشمرغة في مقارعة الارهاب توصل الماني الاتحادية دعمها العسكري لاقليم كردستان زيارة وزيرة الدفاع الالمانية ارسولا فونديرلاين الى اربيل عاصمة الاقليم تأتي ضمن هذا السياق الوزيرة اكدت ان تركيز بلادها سينصب خلال المرحلة المقبلة على حفظ الاستقرار والتنسيق مع قوات البشمرغة لتكون قادرة على حماية مواطني اقليم كردستان انا هنا في اربيل مجددا انه من الجيد العودة للقاء الاصدقاء ورؤية التقدم الذي احرزناه سويا لن انسى الشجاعة التي ابدتها قوات البشمرغة لهزيمة داعش وبفضل شجاعتهم اصبح من الممكن هزيمة داعش والان نحن في هذه المرحلة التي يجب من خلالها تثبيت نتائج هذا النجاح نحن نعلم اننا هزمنا داعش لكن ايضا نعي ان ايدلوجية داعش لا تزال موجودة لذا يتوجب علينا تدريب المزيد من قوات البشمرغة لحماية الناس من تلك الايدلوجية ونمكنهم ليكونوا قادرين على ردع اي خطر عن شعب الاقليم وزارة البشمرغة اكدت استمرار خبراء دول التحالف في مهامهم داخل اقليم كردستان في اسناد قوات البشمرغة بالتدريب الحديث بما يؤمن جاهزية قصوى لهذه القوات باكسابها مزيدا من الخبرات الخبراء والمستشارون والمهندسون مستمرون بمهامهم في مجال بناء مستشفى الطوارئ الخاص بقوات البشمرغة بالاضافة الى دورهم في التدريب المستمر لقواتنا كل الدول التي تعمل قواتها بمهام دعم وتدريب قوات البشمرغة لسى لديهم اي خطط مستقبلية بانهاء تلك المهمات وهم مستمرون بها مائة وخمسون مستشارا عسكريا ألمانيا يعملون حاليا في اقليم كردستان تراجع قوة داعش في العراق قد يدفع الألمان إلى تقليص عدد هؤلاء الخبراء لكن في ذات الوقت ستزيد ألمانيا من تركيزها على مساعدتها في القطاع الصحية وتقديم المعالجة لجرح البشمرغة زيارة ليست الأولى لوزيرة الدفاع الألمانية لإقليم كردستان تأتي تأكيدا لدعم ألمانيا الاتحادية لقوات البشمرغة باعتبارها شريكا أساسيا في الحرب على الإرهاب طيال حمداني زاكرو سيفي أربيل استقبل سربست لزقين وكيل وزارة البشمرغة الاثنين جنرال كلاوديو جرازيانو رئيس أركان الجيش الإيطالي والوفد المرافق له شكر لزقين الحكومة والجيش الإيطاليين للمساعدات العسكرية واللوجسية وفتح دورات التدريب للبشمرغة في إقليم كردستان وتزويد البشمرغة بأسلحة خفيفة ومتوسطة وأثنى على دور الاستشاريين والمدربين الإيطاليين المتواجدين حاليا وبدوره قال رئيس أركان الجيش الإيطالي بأنهم لن ينسوا دور البشمرغة في الحرب على الإرهاب وانتصاراتهم على تنظيم دعش الإرهابي وأكد سمرر بلاده في مساعدة البشمرغة حدد مجلس النواب العراقي يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية هذا المنصب الذي ربما يكون تشريفيا لكنه الأهم على مستوى تشكيل الحكومة بحسب أراء الخبراء ويحتاج إلى تصويت ثلثي أو ثلثي أعضاء البرلمان التفاصيل مع مرسل الأمن بغداد أحمد فيل يمكن أن يطلق عليه المنصب الأهم حتما لأنه أعلى منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة العراقية إنه منصب رئيس الجمهورية الذي ينتظر الحسم يوم الخامس والعشرين من الشهر الجارية كما أقرت هيئة رئاسة البرلمان العراقية التي كشفت موعد فتح باب الترشيح للمنصب قبل رفع الجلسة الأولى للبرلمان فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أيام ومن ثم ثلاثة أيام التي تليها لغرض التدقيق وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية ومن ثم تحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية سوف يكلف الكتلة الأكبر فيما يتحدث مراقبون عن آليات انتخاب رئيس الجمهورية بحسب المواد الدستورية إذ يحتاج مرشح الرئاسة إلى تصويت ثلثي عضاء البرلمان في الجولة الأولى أو الأغلبية البسيطة في الجولة الثانية طبعا منصب رئيس الجمهورية بالعرف الدستوري هو من ضمن حصة المكون الكردي وهو يتطلب موافقة ثلثي البرلمان في الجولة الأولى من الانتخابات وفي حال عدم القدر على انتخابه في الجولة الأولى يتم اختيار الأغلبية البسيطة بين أعلى مرشحين في داخل مجلس النواب أعتقد أنه سوف يتم تمرير منصب رئيس الجمهورية واختيار الشخصية تغضي كل المكونات العراقية شغف حسم منصب رئيس الجمهورية ظهر جليا على الكتل المتصارعة لتشكيل الحكومة أكثر من الكتل صاحبة الاستحقاق بحسب الدستورة لأن الرئيس هو الوحيد القادر دستوريا على تكليف مرشح الكتة الأكبر لتشكيل الحكومة انتخاب السيد الرئيس الجمهورية هذا مهم جدا لكي يستقر الوضع السياسي في البلد نشهد انفراج سياسي سينعكس بشكل إيجابي بكل تأكيد على الوضع الاقتصادي على الوضع الأمني على الوضع الخدماتي كل هذه القضايا مهمة جدا إذا لم تكن العملية السياسية مستقرة جميع القضايا الأخرى ستكون سلبية سخونة المشهد السياسي ربما ستشتد مع اقتراب موعد حسم الجزء الثاني من الأجزاء الثلاثة الرئيسية للحكومة والحراك قد لا يجد فسحة توقف لإتمام نتاجات الانتخابات في العراق من سيصبح رئيسا للجمهورية؟ سؤال لم تتضح إجابته بعد وربما ينتظر التوافقات السياسية لتمرير مرشح من المؤكد أنه سيكون من الكتل الكردستانية دعا رئيس البرلمان العراقية جديد محمد الحلبوسي نظيره الإيراني علي لاريجاني لزيارة رسمية إلى العراق خلال مكالمة هاتفية بينهما وأثناء الحلبوسي على دور إيران ودعمها للعراق في تحرير العراق من تنظيم دعش الإرهابي وأشار الحلبوسي وفق وكالة فارس للأنباء إلى عوامل زعزات الاستقرار والأمن في المنطقة بالقول نحن على استعداد الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساهمة في عادة الأمن والاستقرار للمنطقة وأضاف الحلبوسي أن أعضاء البرلمان العراقي يعارضون ممارسة أي ضغوط وحظر اقتصادي على إيران ويعتبرونه ظالما وسيواصلون الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني أكد القيادي في تحالف سائرون أيمن الشمري أن رئاسة مجلس النواب ستسمي الكتلة الأكبر بدلاً عن الحكومة الاتحادية بسبب الحرج فيما نفأ التوافق على تسمية أي شخصية لتولي رئيس الحكومة المقبلة وقال الشمري في تصريح إن المفاوضات السياسية بين الكتل معقدة ولم تصل إلى تفاهمات بشأن اختيار مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة كما أشعت بعض وسائل الإعلام وأضاف أن جميع الأسماء المتدولة في الإعلام أحرقت ولا يمكنها تولي الحكومة المقبلة مبيناً أن تحالف الإصلاح يسعى إلى تحقيق مطالب المرجعية الدينية بترشيح شخص مستقل وتابع الشمري أن المحكمة الاتحادية محرجة من تحديد الكتلة الأكبر مؤكداً أنه سيتم تحديد الكتلة من قبل هيئة رئاسة البرلمان وفق إحصاء الأسماء وفرز العدد لبيان من هي الكتلة الأكبر أكد القياد في تلاف دولة القانون عبود العساوي أن اختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبيه يمثل إنجازاً يتماشى مع ما تريده المرجعية والشعب وقال العساوي في تصريح إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه إنجازاً يتماشى مع ما تريده المرجعية والشعب لافتاً إلى أن الحكومة والبرلمان وضعاً أمام تحدي الجماهير وأضاف أن البرلمان وفي حال انشطاره إلى كتلة أغلبية وأخرى مؤارضة فيعتبر ذلك إنجازاً وتطوراً في العمل النيابي وشدد العساوي على ضرورة إعطاء رئيس الحكومة القادم الحرية في اختيار الوزراء قال القيادي في تلاف دولة القانون عضو حزب الدعوة الإسلامية عدنان الأسد إن حزبه قد يدعم مرشحاً من خارجه لمنصب رئاسة الوزراء وقال الأسد في لقاء له على قناة الميادين تابعته بغداد اليوم إنه لغاية هذه اللحظة لم يسمع من كتلة البناء ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة بشكل رسمي مشيراً إلى أنه في حال تبنت كتلة البناء ترشيح عادل عبد المهدي فإنه بالتأكيد سيحظى بالدعم وهذا شرط أساس وبيّن الأسد أن انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب مؤشر كبير على تشكيل الكتلة الأكبر لافتاً إلى أن التقارب بين السائرون والبناء أدى إلى انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان يؤكد مراقبون لشأن العراقي أن حظوظ رئيس حكومة تصريف العمل حيدر العبادي في تسنم ولاية ثانية في رئاسة الوزراء باتت في حكم المعدومة خاصة وأن نقاط فشله أكثر بكثير من نقاط نجاحه كما أن المرجعية وضعت مواصفات لرئيس الحكومة المقبلة لا يحمل العبادي منها شيئاً وإن كانت تدعمه أمريكا يجمع المراقبون والمتابعون للشأن العراقي أن اختيار رئيس حكومة تصريف الأعمال حيدر العبادي لرئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة بات في حكم المستحيل ويحدد المتابعون أسباباً عديداً لهذا الاستبعات لعل في مقدمتها عدم انطباق شروط المرجعية عليه ابتداءاً من الشدة والحزم وانتهاءاً بالكفاءة عرف عن العبادي أنه المسوف الأكبر وأنه أكثر من يعطي الوعود دون تحقيقها كما أنه اشتهر بلزامته البعض يحاول والبعض يعمل على وسواها دون أن يشير مرة إلى هذا البعض في العام 2015 خرجت الجماهير في تظاهرات حاشدة مطالبة إياه بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات وذلك بالتزامن مع مطالبة المرجعية العليا له بأن يضرب بيد من حديده وأعطى وعوداً بأنه سيفعل ذلك لكنه لم ينفذ شيئاً من وعوده وبدلاً من ذلك خرج ليطلب دعماً مليونياً من الشعب لكي يضرب بيد من حديده ويؤكد المراقبون للشأن الأمنية العراقية أن فتوى المرجعية العليا بالجهاد الكفائي وكذلك مشاركة بيش ماركة كردستان والاستشارة الأمريكية والمساهمة الإيرانية تعابضت لتحرير المدن التي اختصبها داعش وليس من فضل لرئيس الحكومة فيه ومع ذلك نسي في بيان له بمناسبة التحرير ذكرى دور الحجد الشعبي والمرجعية في هذا الانجاز ونسي في بيان آخر دور بيش ماركة كردستان ومع انخفاض أسعار النفط مر العراق بظروف اقتصادية صعبة اضطر معها العباد وحكومته إلى إعلان سياسة التقشف والتي تحمل تبعتها صغار موظفي الدولة والمتقاعدين والمواطن العادي فضلا عن أقليم كردستان الذي حصر بأشد مما حصر العراق به في التسعينات ورغم التحسن يسعر النفط وزيادة واردة العراق إلا أنه استمر بسياسته التقشفية حارما للمحافظات من حقوقها المالية حتى وصل الحال إلى ما وصل إليه بدلالة انتفاضة البصرة ومدن الجنوب والوسط وبالعودة إلى ظروف توليه المنصب التنفيذي الأول في الدولة خلفا لنور المالكي يجمع المراقبون والسياسيون على أن اختياره كان للتسوية ولكونه ضعيف سهل الامططاع من الجميع ولا يستطيع مواجهة ماكينة الفساد جميع هذه النقاط وأخرى تدفعه بعيدا عن المنصب وإن كانت الولايات المتحدة خلفهم أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد أن رئاسة البرلمان ستبحث خلال زيارتها المرتقبة للبصرة كيفية صرف الأموال التي منحت للمحافظة ومن هو المقصر بصرفها كما ستراقب الأداء الحكومي والتنفيذ في المحافظة وتتفقد أحوال الأهالي فيها لتقف على احتياجاتها وقال الحداد أن زيارة البصرة تعتبر أول قرار اتفقت عليه هيئة رئاسة البرلمان بعد اعتلائها منصة الرئاسة مضحا أن زيارة لم يحدد لها موعد لم يحدد لها موعد معين بعد لكنها ستكون قريبة وبرفقة مجموعة من نواب البصرة معربا عن أمله بأن تخرج الزيارة بنتائج طيبة أعلن النائب أو أكد النائب عن محافظة البصرة صفاء الغانم أما أن نواب البصرة سيقدمون مطالب المحافظة وأهلها إلى رئيس البرلمان خلال زيارته إلى البصرة مبينا أن من بين الإجراءات التي سيتم اتخاذها هي محاسبة المقصرين والمتسببين بأزمة المحافظة وقال الغانم أن مطالب البصرة سنقدمها إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أثناء زيارته إلى المحافظة خاصة ما يتعلق بالإطلاقات المائية وتسليم مستحقات البصرة من نسبتها في المنافذ الحدودية البالغة بالإضافة إلى نسبتها من البتردولار والبالغة 5% وأضاف أيضا أن رئيس البرلمان يجب أن يكون الرقيب على المقصرين في الحكومة بحق البصرة وخاصة وزارات الصحة والبلديات والموارد المائية انتقال إلى نشرة الاقتصادية أهلا بكم نبدأ نشرة الاقتصادية وأبرز العموين اليابان تساهم بقرض بملايين الدولارات لتحسين مياه كردستان وزارة النفط العراقية تباشر بتطوير حقل غازي بجهد وطني الصين تهدد مرد قاس بشأن الرسوم الأمريكية أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق الأثنين أن حجم الاحتياطي من العملة الصعبة يصل إلى 60 مليار دولار ويغطي 170% من حجم الكتلة النقدية للعملة المحلية فيما أشار أن هناك تريث بطرح فئة المائة ألف وقال العلاق أن حجم الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية يقاس دائما إلى حجم الكتلة النقدية من العملة المحلية الموجودة في السوق إضافة إلى معايير دولية أخرى لا سيما أن صندوق النقد الدولي طور مؤخرا معيارا جديدا أضاف فيه قدرة الدولة على تغطية التجارة وتزديد الديون أعلنت وزارة المالية العراقية توقيع مذكرة قرد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي خاصة بتحسين المياه في إقليم كردستان ضمن المرحلة الثانية وقالت الوزارة في بيان أن وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان وقع مذكرة حصول العراق على قرد بقيمة 22 مليار دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا التي يترأسها ماسويكا هيروشادا لتحسين المياه في إقليم كردستان المرحلة الثانية وأضاف أن قيمة القرد تم مناقلتها من فائد قرد إعادة إعمار الكهرباء في إقليم كردستان ويستخدم لغرض تحسين إمدادات المياه في الإقليم أعلن وزير النفط جبار اللعيبي حصول موافقة مجلس الوزراء على تطوير حقل المنصورية الغازي بالجهد الوطني وقال اللعيبي أن الملاكات الوطنية في شركة نفط الوسط وبهدف الاستثمار الأمثل للغاز باشرت بإجراءاتها في عمليات التأهيل ووضع الخطط العاجلة لتطوير الحقل وتشكيل هيئة لتشغيل حقل المنصورية ترتبط بالشركة وتخول هيئة بمهام الإسراع في تطوير الحقل لأهميته في رفض الإنتاج الوطني من الغاز واستثماره بالشكل الأمثل تظاهر عشرات الأشخاص أمام مبنى مصرف الوركاء وسط بغداد للمطالبة بصرف أموالهم المودوعة في المصرف وأفدت الأنباء أن العشرات من المودعين لأموالهم في مصرف الوركاء تظاهروا أمام مبنى المصرف وسط بغداد للمطالبة بصرف أموالهم وأن المتظاهرين أغلقوا المصرف بلافتات احتجاجية مبينا أن هذه التظاهرة هي العاشرة بحسب قول المتظاهرين أكد البنك المركزي العراقي أن ملكيته لسندات الخزانة الأمريكية لشهر حزيران 2018 ارتفعت بواقع 24 مليار دولار مقابل 14 مليار دولار لشهر آب 2017 أي بنسبة زيادة 67% ويؤكد البنك أن بهذا الارتفاع فإن العراق يحتل المرتبة الرابعة من بين بعض الدول النفطية في ملكيته لسندات الخزانة الأمريكية إذ جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في الاستثمار في السندات الأمريكية بقيمة 164 مليار دولار لشهر حزيران 2018 مقابل 137 مليار دولار لشهر آب 2017 في حين جاءت الإمارات بالمرتبة الثانية بإجمال استثمارات بلغت 59 مليار دولار مقارنة ب55 مليار دولار في عام 2017 وجاءت الكويت بالمرتبة الثالثة بمقدار 42 مليار دولار أقر مجلس الوزراء توصيات الاجتماع التمهيدي الأول لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي المنعقد في بغداد أو آخر تموز الماضي وذكر بيان صادر بأن المجلس قال التوصيات ضمنت تأسيس حاضنة الاستثمار بصلاحيات معينة وتنظيم ورش العمل الدورية بحضور الجهات الحكومية والقطاعية وأتمتت الإجراءات الإدارية الخاصة بالاستثمار وعدم المطابقة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقات التجارية العراقية للأغراض الجمركية قالت صحيفة وولستريت جنرال عن مسؤولي صينيين القول إن الحكومة الصينية قد تفرض المشاركة في محادثات التجارة المقترحة مع الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر إذ مضت إدارة الرئيس الأمريكي دولند ترامب قدما في فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية وكانت الولايات المتحدة اقترحت إجراء المحادثات لكنها في الوقت نفسه مضت قدما في خطتها لفرض رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار بحسب الصحيفة ونقلت وولستريت عن مسؤول صيني كبير القول إن بلاده لن تتفاوض والبندقية موجهة إلى رأسها أعزاء المشاهدين شكرا لمتابعة نعود باستيديو الأخبار أهلا بكم من جديد أعلنت إدارة محافظة أربيل البدء بمشاريع خدمية في قطاعات الماء والكهرباء والطرق إضافة إلى مشاريع في قطاع الري جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظة أربيل مع مدراء الدوائر المعنية بهذه القطاعات اليوم في هذا الاجتماع مع المدراء المختصين للدوائر المعنية فقد تم توزيع الميزاني الذي خصصت للمحافظة لبدء ببعض المشاريع لدوائر مختلفة منها ماء وكهرباء وأيضا دوائر الطرق والري والتخصص كل الأقضاء والنواحي التي تشمل جزء منها المشاريع التي كانت قد توقفت بسبب الأزمة المالية خلال هذه السنوات السابقة منها أهم المشاريع هي مشروع أربيل شقلاوة خلال تونيل نفق صلاح الدين الذي هي من الشرعان الرئيسي للنقل بين أربيل والنقطة الحدودية لحاج عمران والذي ستستفاد منها أيضا أخدر شقلاوة وشومان ميرقسور رواندسوران إضافة إلى الرابط الذي تربط نمع الجمهور الإسلامية الإيرانية لذلك هذا المشروع لها أهمية مهمة جدا فقد تم تخصيص الميزاني الخاصة بتكملة هذا المشروع وحسب الاتفاقات في دائرة الإعمار بنفسها تقوم بتنفيذ جزء من هذا المشروع لأن نهاية السنة تتكمل ستكمل إن شاء الله هذا المشروع وسيكون مفتوحة وإذن كي تستفاد المواطنين ومنها مشاعر الأخرى في الأرض والنواحي منها في سوران في قضاء شومان وميرقسور ورواندس وإيضا في كويسنجر في خباد داخل أربيل الذي تأخذ منها جزء منها هي طبليد بعض الشوارع والأحياء مثل سبع أحياء سكنية عندنا في سوران قد أكملت جميع المشاريع الخاصة بالشوارع فقط في مرحلة الطبليد والمشاريع الأخرى منها مشروع الماء الخاص ببعض القرى في منطقة زرارة القريبة من صلاح الدين وإيضا في الأقضاء الأخرى فهذه المشاريع إن شاء الله بعد هذا الاجتماع المدراء الدواء الجزء منها يقومون بتنفيذ المباسل وبعضها ستكون عن طريق التندرات أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل في أربيل لإجراء إصلاحات علمية في المناهج الدراسية للأخسام الهندسية في كافة جامعات أقديم كردستان سليل معها تفاصيل أكثر خطوات إصلاحية للمناهج التعليمية تجلت في ورشة عمل عقيدت في مدينة أربيل لإجراء إصلاحات علمية في المناهج الدراسية للأقسام الهندسية في جميع جامعات إقليم كردستان الأهلية منها والحكومية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإقليم كردستان منذ السنوات الأخيرة بدأت بخطوات إصلاحية في مسيرة التعليم العالي في إقليم كردستان وبعد أن هيئة الأرضية المناسبة وأنجزت مراحل متقدمة الآن بصدد التخصصات العلمية الموجودة في الجامعات قبل فترة وجيزة تخذت خطوات جادة في مجال إصلاح المناهج الدراسية للتخصصات القانون الآن بدأت بكليات الهندسة وأقسام التخصصية الموجودة في الهندسة وورشة العمل الحالية مختصة بكيفية إجراء الإصلاحات العلمية في المناهج الدراسية للأقسام الهندسية في كليات هندسة لجميع جامعات كردستان الخاصة والحكومية وبدأت العمل بهذه الورشة منذ سنة بحضور مجموعة خيرة من الأكاديميين وأساتيات الجامعات في التخصصات الهندسية المختلفة وقطعوا أشواط مهمة في هذا المجال والآن وصلت إلى مرحلة النضوج وفي مراحلها الأخيرة من مناقشات خلال يومين تخصصات علمية في جميع المجالات يسعى الإقليم إلى تطبيق معايير الجودة العالمية عليها وتحويل البرامج الدراسية إلى برامج تطبيقية لتتنسب والمعايير العالمية للجامعات الكليات الطبية أورادي هسا ما وصلوا إلى حد المرحلة الرابعة تطبقوا المناهج الجديدة المعتمدة بها بالعالم وبالنسبة للمجالات الأخرى مجالات الكليات الزراعية أيضا وكليات القانون فهذا تصير هسا فالدراسة لكل المناهج إعادة نظر بالمناهج الموجودة بحيث يتلائم مع المستويات الموجودة هسا مستويات العالمية هذه الوشة تعد خطوة ضمن سلسلة جهود تهدف للارتقاء بواقع التربية والتعليم في إقليم كردستان لقناة زاكروس الفضائية سليل عصام أربيل بعد تأسيسها في انتخابات ديمقراطية عام 1992 تسير حكومة تقليم كردستان بخطوات ثابتة في المسار الديمقراطي واتخذت من الانتخابات أحد ركائز الديمقراطية ومقياسا لها بل الوسيلة المثلى لبناء حكومة كردستانية قوية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية وديمقراطية المشروعة تفاصيل أكثر مع ريبر عبدالغفار منذ انطلاقها في الحادي عشر من هذا الشهر والحملة الدعائية لانتخابات إقليم كردستان المقرر إجراؤها في الثلاثين من الشهر الجاري تسير بكل حرية وديمقراطية وهذا خير شاهد على الجو الديمقراطي الذي خلقته حكومة الإقليم في كردستان حكومة إقليم كردستان عنده هيئة مستقلة يعني هو شغلة يمارس الانتخابات وهو اسمها الكوميسيون هل هي المفوضية للانتخابات هاي المفوضية طلع تعليماته وهذه التعليمات يجب أن يلتزم بها كل حزاب السياسية إذا الأحزاب السياسية يلتزموا بالتعليمات لا يكون خرق لكن إذا أي أحزاب السياسية أو أي مرشح لا يلتزم بقوانين الكوميسيون في هذه الحالة نقدر نكون بها تشهير أو خرق في هذه الموضوع المواطنون في مدينة السوران وصفوا المرحلة الحالية التي تعيشها إقليم كردستان بأنها من أزهى المراحل وأكدوا أنه يجب أن يرى العالم هذا المشهد الديمقراطي الذي يعود إلى مساعي حكومة الإقليم في بناء الديمقراطية وترسيخ قيمها ودعائمها في كردستان وشرق الأوسط إقامة الانتخابات في وقتها المحدد في إقليم كردستان تقوي مكانة الإقليم في المجتمع الدولي وإشارة واضحة إلى أن الشعب الكردستاني يحب الحرية والديمقراطية والتطور مثل كل الشعوب العالم ونشكر حكومة الإقليم لأنها ترى بأن من حق المواطنين في الإقليم ممارسة حقوقهم المشروعة ويعبر عن آرائهم من خلال الانتخابات ديمقراطية حرة ونزيلة بعد تأسيسها في انتخابات ديمقراطية في عام 1992 تسير حكومة إقليم كردستان بخطوات ثابتة في المسار الديمقراطي واتخذت من الانتخابات أحد ركائز الديمقراطية ومقياسا لها بل الوسيلة المثلة لبناء حكومة كردستانية قوية وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية والمدنية والديمقراطية المشروعة أقامت منظمة كردستان فوتو بالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون في قضاء زاخو بفتح معرض ومهرجان للصور الفوتوغرافية وذلك للسعي لتعريف العالم بطبيعة وجمال إقليمي كردستان نجلا سندي زارت المعرض وعدت لنا هذا التقرير على حدائق جسر الدلال الشهيرة أقامت منظمة كردستان فوتو وبالتعاون مع مديرية الثقافة والفنون في قضاء زاخو معرضا مفتوحا ضم فيها أكثر من ثلاثون صورا فوتوغرافيا لمناظر طبيعية من مناطق وأماكن مختلفة من مدني كردستان لتعريف العالم بطبيعة وجمال إقليم كردستان مهرجان كردستان فوتو هذا المهرجان سنتشر في كافة محافظة ونواحي كردستان الكريمة بدأنا بهولير واليوم نحن بزاخو هناك كثير من الصور الخلابة تعكس طبيعة كردستان تعكس عادات وتقاليد الكردستان المصورين أيضا مو بس من محافظة زاخو وأربيل إنما من كافة المحافظات ونواحي كردستان بعض الصور عن المناظر الطبيعية في كردستان بعض منها عن القرى الكردستانية وشنو هي عاداتهم كيفية طبيعة حياتهم ويأتي هذا المعرض ضمن سلسلة من المعارض التي أقامتها المنظمة في مدن إقليم كردستان للتمثيل وتعريف العالم بعادات وتقاليد إقليم كردستان والله أهمية كثيرة خاصة لمدينة زاخو مدينة زاخو مدينة غنية بالمصورين والمبدعين ويمكن هذا أول معرض ينفتح يم جسر الدلال وجسر أثري والمكان حلو والمصورين كثير بشاركوا من كل كردستان ويهدف هذا المعرف لتوسيع وتطوير الفن الفوتوغرافي في البلاد وتعريف العالم بطبيعة وجمال كردستان الخلابة وتعريف عن عاداتهم وتقاليدهم نجلة سندي زاكروز تيفي زاخو فاد تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق بعودة عكسية للنازحيين من مناطق سكنهم مرة أخرى إلى مخيمات النزوح في مناطق مختلفة من العراق وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنه على الرغم من مؤشرات واعدة بالانتعاش في أجزاء من البلاد لا يزال الملايين من الأرقيين يفتقرون إلى المساعدات الإنسانية والخدمات والحماية فهناك نحو مليونين زحوة لن يتمكن الكثير منهم من العودة إلى ديارهم في وقت قريب وحسب التقرير ففي شهر تموس وحده وصل أكثر من عشرة آلاف شخص إلى المخيمات في جميع أنحاء العراق حيث أن القادمين جدد كانوا نازحين في السابق خلال جلسته الثمانين ناقش مجلس محافظة نينوى الخطة الاستثمارية لعام 2019 المعدة من قبل الدوائر المنقولة الصلاحية وسط اعتراض من قبل بعض الأعضاء على بعض الهفوات فيها لتدخل أو للتدخل حيث التعديل وترسل إلى بغداد لغرض إقرارها تفاصيل أكثر مع مرسلنا من الموصل محمد طلال في الجلسة الثمانين لمجلس محافظة نينوى طرحت على طاولة المناقشة الخطة الاستثمارية والتي شملت الدوائر التي نقلت إليها الصلاحيات مؤخرا لترسل الميزانية والتي تقدر بأكثر من أربعمائة مليار دينار إلى بغداد ويتم المصادقة عليها هذه الخطة وضعت من قبل الدوائر تحديدا دوائر الوزارات الخمس التي نقلت صلاحياتها إلى المحافظة الاحتياجات الدوائر وركز فيها أولا على أغلب المشاريع هي مشاريع تأهيل لعدم الخوض في مشاريع كبيرة لا يمكن تطبيقها مستثنى من ذلك المشاريع التي المدرجة على المنظمات أو على صندوق الإعمار أو على ميزانية إعادة الاستقرار تمت المناقشة من أكثر من أعضاء مجلس المحافظة وتم المصادقة على هذه الميزانة الاستثمارية بعد المصادقة سيتم أيضا دراسة لتغيير أبواب الموجودة في هذه الميزانية كون اليوم قسم من المناطق لم تذكر في الموازنة في الدوائر الخدمية فبالتالي بعد المصادقة سيكون أيضا إعادة نظر في قضية توزيع هذه المشاريع حسب الأولوية وحسب الكثافة الزكانية الخطة شملت الأقضية التسعة لمحافظة نينوى والتي خصصت للطرق والجسور وبعض المشاريع الأخرى لتثير حفيظة بعض الأعضاء ويعترض عليها لعدم تخصيص مشاريع كافية للمناطق التي يمثلها خصوصا جنوبي الموصل إضافة إلى ملف النازحين الذي لم يدرج على الخطة مطلقا تمت المصادقة من قبل مجلس المحافظة على المشاريع الاستثمارية والخطة الاستثمارية لهذه الدوائر والتي سوف تضمن موازنة الدولة العراقية في 2019 إن شاء الله تتألم اليوم المحافظة ويتألم قلب كل إنسان حي على هذه المدينة التي أصبحت ركام بعد هذا التحرير وهي تنتظر لإعمار نسمع من هنا وهناك أن هناك دول مانحة تبرعت بمئات المليارات لهذه المدينة مؤتمرات تقام في الكويت قرض ألماني قرض ياباني منحة أمريكية وما شابه ذلك ولكن على الأرض لا يوجد أي مشروع حيوي لحد الآن في هذه المدينة الاعتراض على الخطة والتي وصفها نواب حبرا على ورق ستعدل وتدرج فيها مشاريع وتعدل مبالغ خصصة لأخرى ليتم إرسالها إلى بغداد وتنتظر المحافظة مدى قناعة الحكومة المركزية بالرقم المرسل وعلى أساسه ترسل المبالغ الخطة الاستثمارية التي أعدتها لجنة التخطيط في مجلس محافظة نينوة لاقت اعتراضا من قبل بعض الأعضاء ما سيعيدها كرة أخرى إلى خانة التعديل لتتناسب مع احتياجات المحافظة التي لا زالت قيد الانتظار محمد طلازا جروس تيفي على الموصد عزاء المشاركون بندوة مكافحة المخدرات في المدارس والجامعات التي نظمتها منظمة النجزة الشعبية في محافظة ذيقار انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجاري بها إلى هشاشة الوضع الأمني وإلى توظيف عوائد المخدرات بتمويل الأحزاب وقال مدير شعبة التأهيل في جامعة ذيقارة دكتور حسين الحصونة خلال الندوة إن العراق بات محورا وممرا لنقل المخدرات من إيران وأفغانستان إلى دول الخليج وأكد الحصونة أن تجارة المخدرات أصبحت مصدرا من مصادر تمويل الأحزاب والقوى السياسية التي تحتاج إلى المزيد من الأموال لممارسة نشاطاتها مشيرا إلى تعذر نقل أطنان من المخدرات من قبل شخص عادي غير مدعوم من جهات حزبية وحكومية نافذة نظم عدد من النشاطين في المثنى وقفة احتجاجية ماما محكمة استئناف المثنى ضد مذكرات القاء القبض التي صدرت من القضاء بحق عدد من المشاركين في التظاهرات مؤخرا وقال عدد من المشاركين في الوقفة إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أشخاصا من ضمن خمسة وعشرين مذكرة إلقاء قبض صدرت بحق المشاركين في تظاهرات الخامس عشر من تموز وأضاف أن المتظاهرين سيستمرون بتنظيم الاحتجاجات لحين إطلاق صراح المعتقلين وإسقاط مذكرات القبض التي صدرت بحقهم النبو الأخير في نشرتنا هذه بحوث ودراسات كثيرة يختبر العلماء نظرية قديمة حول مرض السرطان تؤكد وجود المرض قبل مليارات السنين من وجود البشر وتوضح مراحل تطوره وأسباب عدم القضاء عليه كبقية الأمراض الأخرى والتي أصبح يهدد حياة ملايين البشر في بقاع الأرض تعددت الدراسات والأبحاث العلمية حول مرض السرطان إذ ذأب الباحثون في مجال الطب الحديث على اكتشاف علاجات أخف وطأة وأكثر فاعلية من العلاجات القديمة لمكافحة المرض تقول الدراسات أن هناك سابعة أنواع من هذا المرض الخطير وهي السرطان الرئى والثدي والقولون والمستقيم والمعدة والبروستاتا والكبد وعنق الرحم فقد نشرت مجلة جاما أونكولوجي دراسات تؤكد أن عدد الإصابات بالأورام الخبيثة ارتفع بين البشر في السنوات العشر الأخيرة ليصل إلى نسبة 33% وأعلنت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية أن المرض الخبيثة سيحصد أرواح 9.6 مليون شخص في عام 2018 أو ما يمثل واحدا من بين كل 11 حال بين النساء وجاء في تقرير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان إن حالات الإصابة بالسرطان في العالم سترتفع بنحو 18.1 مليون حالة في هذا العام صعودا من 14.1 مليون إصابة وأضافت الوكالة إن العبء المتزايد للمرض من حيث عدد الحالات الجديدة والانتشار والوفيات يرجع إلى عدة عوامل منها التطور الاجتماعي والاقتصادي وتزايد عدد السكان والشيخوخة وقال التقرير إن سرطان الرئة الذي يسببه التدخين بشكل أساسي يمثل السبب الرئيسي للوفيات بالسرطان في العالم كما وقال مدير الوكالة كريستوفر وايلد في بيان تظهر هذه الأرقام الجديدة أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لمواجهة الارتفاع المثير للقلق في عبء السرطان عالميا وإن للوقاة دورا رئيسيا في ذلك ختما هذا تذكير بأبرز مجال نيجيرفان بارزاني يجتمع مع وزيرة الدفاع الألمانية وكيل وزارة البشمرقة يستقبل رئيس أركان الجيش الإيطالي مراقبون يقولون أن ولاية العبادة الثانية في حكم المستحيل والأرق يحتاج قائداً قوياً صعب الامتطاع الحملة دعائية لانتخابات برلمان كردستان تسير بحرية وديمقراطية والأمم المتحدة تكشف نزوحاً عكسياً لآلاف الأشخاص في العراق مشاهد الكرام انتهت النشر الإخبارية لهذه الساعة إلى نلتقيكم ونشرات جديدة هذه أحلى تحية من كادر العمل ومن أنشيلاً محمد شكراً للمتابعة إلى اللحظة اشتركوا في القناة